السلام عليكم أخواني الأعزاء خمس تقاطعات في محافظة بغداد وثلاث خطوط سريعة مشمولة ببيان مديرية المرور العامة اللي اعلننا اليوم اللي هو فرض الغرامات على المخالفات زين شن المخالفات من نسبة للتقاطعات بالإشارات الضوئية الذكية هي أولا استخدام الهاتف النقال عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق هو للراكب غلق المسار الأيمن متعمدا من قبل بعض سائقين مركبات هذا مخالفة السياقة بتهور ورعونه والانتقال من مسار أيمن بسرعة إلى مسار أيسر ومضايقة المواطنين هذه رابع مخالفة المخالفة الخامسة عبور الخط الفاصل بين الإشارة الضوئية وخطوط العبور بالنسبة لمخالفات الرادارات اللي منصوبة على الخطوط السريعة فهي السرعة السرعة القصوى على الخطوط السريعة هي 120 والمسارات إذا كانت أربعة فهي 80 120 120 120 وإذا كانت ثلاثة فهي 80 100 120 شكرا جزيلا